اشتركوا في القناة شهد بالمتابعة المستمرة لأعمال الهيئة من قبل يسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى والتي كان لها الأثر الكبير في شحظ الهمم لبذل العطاء والتفاني في الأداء خدمة لمملكة البحرين وأعرب الوزير عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي شارك في صنعه وتحقيقه شباب وشبات بحرينيون وأكيدا أن هذا بحد ذاته مصدر فخر لكل بحريني